لأن من أطلق الرصاصات على الشهيد الباني أطلقوها على الشعب كله تحرك الشعب للمطالبة بمحاكمة القتلة الذين استهدفوه ولأن كلمة الشعب كانت وستبقى الأقوى كان لابد للعدل أن ينتصر لحق الشعب وللقضاء أن يقف في صف المظلوم وللمطرقة أن تنزل على رؤوس الجناة لتتمخض محاكمة القتلة بعد ضغط شعبي أصبح فيه كل شبواني وليا للدم عن إمهال القاضي للمتهمين السبعة الفارين من وجه العدالة مدة شهر وفي حال عدم إحضارهم سيقوم القاضي بتثبيت التهم الموجهة إليهم والبت فيها انتصار المنحازين لحقوق الإنسان وفي مقدمتها حق الشهيد وأولياء دمه في العدالة الناجزة رغم كل الضغوط ومحاولة تميع القضية من جهات وأطراف تقف خلف القتلة انتصار يمنح المنتصرين للحق الإنساني والعدالة المرتقبة دفعة من الأمل واندفاعا إيجابيا نحو مزيد من العمل حيث لا مجال لتقييد مثل هكذا جرائم ضد المجهول في الوقت الذي يراد للوطن أن يذهب نحو المجهول بمخططات معلومة وأياد قتلة معروفين ولأنه لا أسوأ من التوقف في البداية سوى التوقف في منتصف طريق نير الحق يغضو الانتصار المكتمل لشبوة واليمن وكامل الإنسانية متمثلا في مواصلة الالتفاف الجميع حول قضية الشهيد الباني وجعل إحضار بقية القتلة أولوية توجب التعامل بحسم معهم ومع الجهات التي تقف خلفهم لتشمل المحاكمات حتى المحرضين الذين يسترخصون الدماء ويستهدفون شبوة بأساليب هدم تنسف كل بناء فشبوة التي سرق القتلة عيدها لن تعرف العيد أو تعترف به سوى يوم القصاص من القتلة اشتركوا في القناة